خصوصاً في حديث بيقول يعني تنصرون أو إنما تنصرون بضعفائكم فضل الدكتور أيمن زي ما حضرتك أوضحت نعم الحديث ورد في مسند الإمام أحمد وفي غيري في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغوني في ضعفائكم زي ما كنا بنقول قبل الفاصل وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أبغوني يعني لو عايز ترضي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في المنطقة دي في المكان ده أو كمان كأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أربوني منهم وأربوهم مني ليه لأنهم سبب من أسباب النصر وسبب من أسباب الرزق إحنا عندنا النظرة في الشريعة الإسلامية ليست نظرة مادية بحتة عندنا شيء اسم البركة ده شيء إذا حل في الأمر إذا حل في الرزق إن كان قليلاً كثره وربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ممكن يكون الناس دي هي سبب البركة في المكان مش بس في البيت ممكن يكونوا سبب البركة في المجتمع وده معنى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم العلماء يقولون لأنهم عندهم شيء من الانكسار عندهم شيء من التجرد من زخار في هذه الحياة الدنيا لأنهم أريبين من ربنا سبحانه وتعالى لأن ممكن دعوتهم تكون مستجابة فتدرعهم لله سبحانه وتعالى بالدعاء يكون سبب في النصر يكون سبب في الرزق يكون سبب في رفع الكربات كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم مسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لنا أن الله عز وجل يكون عند أمثال هؤلاء يا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيمة يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي مرضت فلم تعودني كيف أعودك وأنت رب العالمين مرض عبدي فلان فلم تعودته أما لو علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده فهذه الفئة قريبة من الله سبحانه وتعالى علشان كده جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب النصر وسبب من أسباب الرزق حينما نحسن إليها ونتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إليهم وبحسن معاملته